المشاهدون الكرام أرحب بكم مجددا إلى حلقة جديدة من برنامجكم بالمكشوف سأتحدث في هذه الحلقة عن أول أمريكي من أصل يمني يسقط قتيلا على يد عصابة الحوثي الإجرامية يا ترى هل قتل هذا اليمني الذي يدعى وليد نبيل الفاضل في إحدى الجبهات التي تدور فيها المعارك أو قتل وهو يتسلل إلى داخل الحدود اليمنية لا هذا ولا ذاك هو مواطن أمريكي من أصل يمني يعيش في الوقت الراهن في اليمن استدعته عصابة الحوثي الإجرامية وأخرجته من البيت ثم بعد ذلك قتلته رميا بالرصاص لأنه رفض أن يذهب إلى جبهات القتال ومقتل وليد نبيل الفاضل أشبه بمقتل خالد الرضي قتل خالد الرضي حينما خاطبته عصابة الحوثي الإجرامية وخاطبت في الوقت ذاته صلاح علي عبدالله صالح بالقول لماذا أنتم هنا ولا تذهبون إلى جبهات القتال يريدون من الآخرين أن يذهبون ليقتلون ويقتلون في سبيل أن تبقى هذه العصابة سيدة على اليمن وعلى اليمنين يريدون من اليمنين أن يذهبون إلى الموت في الوقت الذي تختبئ قيادة هذه العصابة في جحور كالجردان تحت الأرض قبل أن يقتل خالد الرضي غيلة وغدرا سألوه نفس السؤال الذي سألوه لوليد نبيل فاضل لماذا أنت جالس هنا ولا تذهب إلى الجبهة شعار هذه العصابة شعار يقوم على الموت وبرنامجها الموت وهي تكره الحياة للآخرين فقط أما بالنسبة لها فهي تحب الحياة وتتشبث بها ولو كان بيدها أنها تستطيع أن تفر من الموت إلى بروج مشيدة لفعلت ذلك فقد فعلت أن حفرت حفرا لها تحت الأرض واختبأت فيها اعتقادا منها بأن الموت لن يصل إليها هناك الكثيرون من البسطاء زقت بهم هذه العصابة في حرب عبثية لا نهائية وهي لا تريد لهذه الحرب أن تنتهي وهي تكره السلام وكل من يرفع شعار السلام أو يدعو إليه فتقتله هذه العصابة وأقل تقدير ترميه في غياهي بالسجون إنها تخاف من السلام وتريد الموت لكل اليمنيين لكي تبقى هي مستفردة في الأرض والسؤال الذي يطرح نفسه بعد مقتل وليد نبيل فاضل وهو كما قلت أمريكي من أصل يمني السؤال الذي يطرح نفسه هل ستتحرك الولاية المتحدة الأمريكية لمعاقبة قتلت وليد نبيل فاضل وحينما نتصفح الجواز الأمريكي ونفتح أول صفحة بالجواز الأمريكي نجد مكتوب فيها حامل هذا الجواز تحت حماية الولاية المتحدة الأمريكية فوق أي أرض وتحت أي سمع والسؤال مرة أخرى هل ستتحرك الولاية المتحدة الأمريكية لمعاقبة قتلت مواطن من مواطنيها أشك في ذلك لماذا؟ لأنكم تعلمون علم اليقين أن هذه العصابة هي ربيبة الولاية المتحدة الأمريكية وربيبة العصابة الصهيونية وربيبة إيران وهذا الثلاث متفق فيما بينه على مصالحه وضرب المصالح العربية والإسلامية وحينما قامت الثورة في إيران من رجل كهل يدعى آية الله الخميني هذا الكهل العجوز كان يقيم في دولة فرنسا وربته الاستخبارات الغربية على أعلى مستوى وهيأت له الظروف في بلد كان بلداً علمانياً يعيش حياة العلمانية كما يعيشه الغرب ولكنهم لم يريدوا ذلك بل أرادوا النسخة الأخرى وهي النسخة التي من خلالها اخترقوا الدين الإسلامي تحت مسمى السنة والشيعة وصنعوا ثورة للشيعة تقودها إيران اليوم وتدمر المنطقة العربية وتدمر الإسلام وتقدم صورة مشوهة عن الإسلام وعن المسلمين مع أن الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه لم يكن هناك من المعروف أو المتعارف عليه أن هناك دين يسمى دين الشيعة لكن الغرب واستخباراته بواسطة إيران الفارسية المجوسية استطاعوا أن يصنعوا فكرة الشيعة لكي يكون هناك صراع بين ما يسمى بالسنة والشيعة ومع العلم بأن الإسلام إسلام لا سنة ولا شيعة كما قلت أشك بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستفعل ذلك لأنها تحاول بكل ما أمتيت من قوة بالإبقاء على هذه العصابة الإرهابية عصابة الإجرام الحوثية لأنها تبيض لها ذهب في اليمن ومن خلالها تستطيع أن تلوح بها في وش دول الخليق لكي تستنزفها أكثر فأكثر اليوم عصابة الحوثي بعد أن منيت بهزيمة قاسية في الحديدة تتخذ من المدنيين دروعا بشرية تحتمي بهم وهذا يجعلنا نقول إن تحرير الحديدة لم يعد مجرد تحرير للمدينة أو للميناء بل إنقاذ لعشرات الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف من المواطنين الأبرياء في هذه المحافظة نحن أمام عصابة مشروعها يقوم كما قلت على الموت للآخرين بينما هي تخاف الموت وتهابه انظروا معي وقد نظرتم وعرفتم الجرد عبد الملك الحوثي أين هو إنه يختبئ في قبو تحت الأرض لا يعرف الشمس ولا الهواء النقي ولست أعرف كيف تقبل جماعة أي جماعة أو أفراد أن يحكمهم فرد ويوجههم فرد هو في الأساس لا يستطيع أن يواجههم وجها لوجه كيف لهؤلاء أن ينقادوا لشخص لا يستطيع مواجهتهم كيف يكون قائدا لهم وهو في الأساس يهاب الموت ويخاف كيف يقبلون أن يذهبون إلى الموت بينما من يدعي قيادتهم يختبئ تحت الأرض كجرد نجس وسخ يفر من وجه المارة يوهمون البسطاء بأن هناك مدد إلهي مدد إلهي يهدف إلى سفك دماء الآخرين وإذا كان هناك مدد إلهي إذا كان الله تعالى الله عن ذلك مع هذا الجر عبد الملك الحوثي وجماعة فلماذا يختبئ تحت الأرض إذا كنت تحتمي بالله والله خير حامل فلماذا تختبئ كجرد مجروب في قبو تحت الأرض يتحدث الجرد عبد الملك عن المدد الإلهي وهو يختبئ كما قلت تحت الأرض يتحدث عن المدد الإلهي وهو وعصابته ينهبون رواتب الأرامل والأيتام يتحدثون عن المدد الإلهي والشوارع تزدحم بالشحاتين والأطفال والفقراء الذي نهب رواتبهم وشردهم لم يبق على شيء إلا وسرق أنه لص جماعة اللصوص كيف لمن يكون معهم المدد الإلهي وهم لصوص يسرقون مرتبات الناس وحقوقهم يتحدثون عن المدد الإلهي هو عصابته تلقي بمن يذهبون إلى عدن لاستلام مرتباتهم من أساتذة الجامعة وغيرهم في غياه بالسجون من كان معه المدد الإلهي لماذا يخشى من أستاذ في الجامعة من أكاديمي في الجامعة من مدرس في التربية والتعليم وهو في طريقه إلى محافظة عدن لاستلام مرتبه أليست عدن جزء من الجمهورية اليمنية؟ أليست عدن جزء من الوحدة اليمنية؟ إنهم لا يريدون ذلك إنهم يريدون استعادة الشمال ليحكمونه اعتقادا منهم بأن ثورة سبتمبر قد اغتصبت الولاية والحكم منهم وهم يريدون استعادته هيهات هيهات ستداسون بالنعال ستطعون بالأقدام ما اقترفتموه وما ارتكبتموه في حق هذا الشعب الأبي سوف تداسون بالأقدام والأيام ستشهد على ذلك طال الزمن أم بعد لقد حكمتم على أنفسكم بالخروج من النسيق السياسي والنسيق الاجتماعي ولن نقبل بكم بعد اليوم أيها العصابة أيها الشرذمة يا شذاذ الآفاق لن نقبل بكم بعد اليوم أي مدد هذا الذي يجعلك تهرب من الموت وتدفن رأسك في قبو لا نور فيه ولا هوا وأي مدد إلهي هذا الذي يأتي بالقتل للناس لقد تمادت عصابة الحوث في ساديتها وتلذذت بالضحايا وابتكرت فنون جهنمية في التعذيب والقتل الوحشي إن سجون هذه العصابة تشهد على حجم الإجرام وعلى حجم الحقد على هذا الشعب سجون هذه العصابة تشهد عليها بأن التاريخ لم يشهد مثلها مثيلا كل العصابات التي مرت في التاريخ كل ما اقترفته عصابات التاريخ لا يرقى إلى مستوى ما اقترفته هذه العصابة الإجرامية كل الكراهية الموجودة في الحياة كل الحقد الذي دجنت به الأرض لا يرقى إلى مستوى حقد وكراهية هذه العصابة على الشعب اليمني وقد نال الطفل اليمني الحصة الأكبر من السادية الدامية من خلال تعمد تلك العصابة السادية الخارجة عن القانون والإنسانية من القتل المتوحش للأطفال من خلال الزج بهم إلى جبهات القتال دون رحمة أمام أعين الأمهات في وحشية مقيتة ترفضها الإنسانية يتحدثون عن المدد الإلهي كما قلت ولكنهم يجبرون الأطفال ويأخذونهم عنوة ومن يرفض ذلك يقتل أمام ناظري والدي من يرفض الذهاب للقتال نيابة عنهم يقتلوه إما أن يقتلوه أو يقتل في إحدى الجبهات يريدون تصفية الشعب اليمني يريدون الخلاص من الشعب اليمني قتلت إما على أيديهم أو في المواجهات في الجبهات وفي المعارك هذه عصابة تمتلك من السادية ما يجعلها تتلذذ بتصفية وتطهير اليمن من اليمنيين عقدة تاريخية في الأساس لأنها عصابة لا ترتبط باليمن ولا ترتبط باليمنيين هي عصابة قاءت من وراء البحار مع الغزاة الأوائل من الفرس الذين غزوا اليمن والذين تم إخراجهم بعد ذلك من بقي منهم ما زالت الجينات تتحرك في داخلهم وهي مملوئة بالحقد والكراهية لذلك هذه العصابة هي امتداد للمدى الفارسي وهي على ارتباط اليوم بإيران الفارسية تريد هذه العصابة أن تتخلص من اليمنيين انتقاما منهم لأنهم ذات يوم دافعوا عن أرضهم ودافعوا عن كينونتهم ودافعوا عن سيادة بلادهم ودافعوا عن كرامتهم وهي اليوم تريد أن تتخلص منهم وهي تنطلق من منطلقين المنطلق الأول حينما انتفض اليمنيون على الفرس وطردوهم والانتفاض الثانية حينما قامت ثورة السادس والعشرين من سبتمبر لتنقض على حكم هذه العصابة التي حكمت البلاد تحت مفهوم الولاية وما زالت تردد حتى اليوم ولايتها على اليمن وعلى اليمنين نقول لهم إن الأرض تلفظ أمثال أمثالكم وتلعنكم صباحا مساء ما تقوم به هذه العصابة يهدف إلى خلق واقع النفسي ينعدم معه التعايش بين مكونات المجتمع اليمني والوصول به إلى حالة من التناحر لا ينقض بعشرات السنين وهذا يجعلنا نطرح على الهاشميين سؤالا لماذا تدفعون بأبنائكم إلى الموت في سبيل ماذا؟ ماذا تريدون من موت أبنائكم؟ هل تريدون الولاية؟ ولاية ماذا؟ نحن في القرن الواحد والعشرين نحن في عصر الديمقراطية وبإمكانكم أن تمارسوا الديمقراطية وتصلون إلى الحكم من خلال صناديق الاقتراع لماذا تقتلون أبنائكم؟ لماذا تحرضون الشعب اليمني على كراهيتكم؟ لماذا لا تنتفضون في وجه هذه العصابة التي جعلتنا شيئنا أم أبينا؟ نجعلكم خصوما لنا لأنكم صمتتم ولا ندري حتى هذه اللحظة هل أنتم معنا أم ضدنا؟ نريد أن نسمع أصواتكم الوقت يجري والشعب اليمني سينتفض ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يترك مظلمته بأي حال من الأحوال سينتقم كل شخصا للظلم الذي وقع عليه فلا تجعلون الكراهية تعم اليمن وأنتم جزءا من هذه الأرض وعليكم أن تسمعون أصواتكم أكتفي بهذا القدر وألقاكم في حلقة قادمة إلى اللقاء